نحن في بيت إسحاك ولد المختار صحفي الموريتاني في قناة سكاي نيوز عربي المختطف منذ خمس سنوات في سوريا كبراء أطفال شككتي وهم ينتظرونه معهما ليزيل مسحة حزن عن أم أنهك صحتها انتظار عودته بفارغ الصبر من غيبته الطويلة سالما غانما أود من قناتكم العربية أن أوجه هذا النداء أطال الله أعماركم يا طوال الأعمار أغيثون أغاثكم الله أن ابن إسحاك مختطف منذ خمس سنوات وأرجو من الله أن تطلقوا سراحه أغاثكم الله في هذا الحي الشعبي يحن الجيران لحضوره المبهج بمن فيهم صاحب البقالة وعمل النظافة طالبين من الدولة من جميع الحقوقيين من جميع الأحرارة لأنهم يبدلوا أقصى الجيدة عندهم في طلاق صراح هذا الرفيق الصديق إلى الذين خطفوا الزميل إسحاك بضرورة أن يراعوا الظروفة النفسية لأسرة خاصة بعد مضي خمس سنوات كذلك إلى الجهات وإلى الدول التي حصلت فيها عملية الإختفاء أن تساعدنا في نقابة صحفيين إسحاك ولد المختار الذي فقد الاتصال به خلال أداء واجبه المهني في حلب يرجح أنه محتجز لدى تنيم داعش قضيته تشغل الموريتانيين حيث كان نجماً معروفاً ومحبوباً في بلاده قبل الانتقال إلى الإمارات لكن خلية وزارة الخارجية المكلفة بالمفقودين لم تصل حتى الآن إلى نتيجة في جهود لفراجعاً خليل ورد جدود العربية نواق شوت ترجمة نانسي قنقر